مفهوم الإعلام الجديد ووسائله 1 سنتعلم اليوم 1. مفهوم الإعلام التقليدي والجديد 2. وسائل الإعلام الجديد 3. التلفزيون التفاعلي الرقمي مفهوم الإعلام التقليدي والجديد واحد الإعلام التقليدي هي عملية نقل المعلومة سواء إخبارية أو وثائقية أو أفلام وإصالها للناس سواء كانت مقروئة أو مسموعة أو مرئية ونتكلم في الإعلام التقليدي المقروئة نضر المثال على ذلك بالصحافة الورقية ثم ننتقل إلى عملية الإعلام الجديد وهي عملية الاندماج بين الكمبيوتر والإعلام التقليدي المقروئ والمسموع والمرئي وسائل الإعلام الجديد نتكلم عن الصحافة الرقمية والصحافة الرقمية نقصد بها ما يأتي في الكمبيوتر ومواقع الإنترنت من أخبار جديدة عن طريق المواقع والصحف الرقمية المصرح بها نذكر مثالا على ذلك مثل سبق ثم محطات الإذاعة ونذكر هنا في وسائل الإعلام الجديد بأنه أصبح هناك العديد من المحطات الإذاعية التلفزيون التفاعلي أو التلفاز التفاعلي نعرف بأنه إمكانية المشاركة فيما يتم عرضه والتحكم في وقت المشاهدة وتوفير خاصية التسجيل للمواد المعروضة وتجاوز الأجزاء التي لا يرغبها المشاهد التلفزيون التفاعلي الرقمي ظهر التلفزيون مع بداية القرن الواحد والعشرين وكانت هذه البداية عن طريق التلفزيون الأبيض والأسود فقط دون ألوان ثم بعد أن كان المشاهد يتلقى ما يبثه التلفاز اليوم دون أي تفاعل سوى ما يسمح به جهاز التحكم في تغيير القنوات فقط والصوت وضبط الصورة تطور إلى التلفزيون التفاعلي الرقمي نريد أن نوضح ذلك فما معنى التوضيح للتلفزيون التفاعلي الرقمي كما قلنا هو إمكانية المشاركة فيما يتم عرضه على التلفاز ثم التحكم في وقت المشاهدة كما نرغب ثم توفير خاصية التسجيل للمواد المعروضة أين كانت ثم تجاوز الأجزاء التي لا يرغبها المشاهد هذا ما نعني به تلفزيون التفاعلي الرقمي مفهوم الإعلام الجديد ووسائله أما مفهوم الإعلام التقليدي والإعلام الجديد فذكرنا بأن الإعلام التقليدي هي عملية نقل المعلومة نقل المعلومة فقط ثم إيصالها للناس سواء كانت مقروعة أو مسموعة أو مرئية أما في إعلامنا الجديد فنتكلم عن عملية اندماج بين الكمبيوتر وإعلام تقليدي مقروع ومسموع ومرئي ثم تكلمنا عن وسائل إعلام الجديد مثل الصحافة الرقمية ونذكر مثال على الصحافة الرقمية مثل جريدة سبق محطات الإذاعة وذكرنا بأن أصبح هناك العديد من القنوات الإذاعية المتخصصة في كل شأن التلفزيون التفاعلي الرقمي وذكرنا تعريفه وإمكانية المشاركة فيما يتم عرضه والتحكم في وقت المشاهدة لجميع البرامج وتوفير خاصية التسجيل لهذه البرامج والمواد المعروفة ثم تجاوز الأجزاء التي لا يرغب المشاهد في رؤيتها والتحكم الأبوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر